موسيقى حياكم الله معنا في برنامجكم برنامج رادار طارق واليوم الحلقة الأخيرة واللي هي الثلاثين في الموسم الأول من هذا البرنامج الجميل اللطيف اللي ما زعل أحد ولا أحسن منه كل الناس تحبه يا رب أنك ما توقف في رمضان الناس يقولون كده بسلاسة موقف طبعا أعمال السنة دي شفنا فيها كمية أكشن وعصابات وشغل نظيف يعني من كثر العصابات ما عدلونا نروح يبا 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 خير خير يما في أحدك في أحد داخل أنا شفتك طيب فايز يعني يعني بتذبح أحد بمقص ولا بتطعن أحد ما دعيت شيكل مقص شغال ولا لا يعني من أنت برايح تتحلق لهن لا أعطونا أسلحة الصدقية يبا أسلحة زي الناس من المشهد اللي شفناه كوميدي ما لدخل في الزبح والطعن وشيذي أسلحة موسيقى موسيقى جاء يا خير الله تطلعب وما أعرف أن نسكين الفاكهة ما تطعن انسكين الفاكهة حتى لو قلت كذا ما تجرحتك بس بحالة الله في المسوصلات تصير تشقق العالم تشقيك يختلف أنا ما يجاء ما يبيسككين أعطونا أسلحة يا جماعة أسلحة صحي مسدس أوكي صدقي حلو عجبتني بس القرافك ذالي طلع حق الرصائصة والله أنا بداية المشهد كنت أعزل مسدس موية يعني توقعت أنها رشة سوال أنا نريد مشهد أقوى لا لا هذا شكل السلاح أوكي بس ما في مصداقية يعني بي شي نحس أن السلاح سلاحي تكفين أطلقي والله أنا مشهد ضائر وعيد في ميدان رماية وشغل نظيف فالطلقة طلقة يعني تعبنا من الطلقات المضروبة لا لا يا جماعة ترى موب كل انتر بطلقة لا هذا تماتيك تماتيك ذا الرشاج تماتيك فهي ضغطة واحدة يشتغل لما خلص الرصاص أما طول الحلقة وحنا قاعدين كذا انتر 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 ما وتدور الشاحن وحاة تصبعك تضغط ما مرة غلط الله أنا لس الحدي مالي خلقات صراحة عطوني أبغى أبغى شي رومانسي أبغى شي رومانسي بالله أبغى شي رومانسي بالله معشفونا من عندبوشيهري شي أكيد عندهم شي مننا ولا مننا دورونا اتفضل اشكور يا حبيبتي وانتوا بعدي روبالكم على نفسكم أنا لاتحوتوني أنا مع عبد الروايد مالسانسة هلت بخير؟ لا يا عمري قعد يا عمري قعد هاي جازري شهر العسل أنا فاهمين شهر العسل غلط والله فاهمين شهر العسل غلط أنك تروح تسافر وتمشى شو ذا طول يومهم قاعدين في ذا الكنبة أربع حلقات شارع عسل في ذا الكنب نفس الكنب ما غيره ونحن نروح بلكونا ونشوف شو في البحر وشو في القمر وشو في الثر أم يفهمون حسن مننا في الرومانسية أم يفهمون عنا ما نفهم طرح طرح عنا راحين فيها ما نعارف ذا الكنب وش اللي أحد بالله تجيب لي حرم تفشار العسل شاهي عصير برتقة احنا باسر برتقال والله بس جازري بلا عدو والله حبيتها أنا بديت ترى أنا ساير حبيب ساير حبيب الفترة دي اتفضل أشكور حبيبتي وانتو بعدي روبالكم على نفسكم أنا لا تحوتوني أنا ما عبد روايد مستانسة هل أنت بخير؟ نعم يا عمريقات نعم يا عمريقات نعم يا عمريقات ها تخذ ها تخذ لأننا حطين كواليس برنامج رادار بس خلونا نطلع لدراعان ونرجع أعلمكم السالفة نعم يا عمريقات بالعيد انت جاهز لأ ولا لسه؟ في جوازنا شريت شراب في جوازنا بالعيد أعطيك الشراب بالعيد أعطيك الشراب ساير العيد عندنا محد يهتم فيه لا لا العالم تفرحت لا بالأكس والله أنا شوف بألية أنا فيها بالأكس بس أنه أنا متزوج جديد والله واضح أنه يجي العيد تبيتنام مش تخل زوج متزوج جديدة فملابسي جديدة آه يا خلال كل ذلك لف عشان تقول أنك نتزوج أنا أسهر بعد الظهر أنام ليش طيب العيد ما هو المفروض فرح وناسه وفلة بس الظهر ما في أحد خلاص يعني ظهر العالم كله نايمة ها جاهز للعيد؟ إن شاء الله سويت بروفات؟ إن شاء الله ويش سويت يعني؟ والله جاهزين بالروح لأماكن السياحية الفعاليات اللي في الرياضة ايه يعني انت شايف العيد جميل في الرياضة نعم جميل نعم ايه والله جاهز بس باقي شراب كن react في الله برعبة جدي زي العادة يعني ماذا وسقط المطامة لك على العيد؟ وهذا اللي تودلمني ولا خلال عempften لماذا لن ترغير 這個 اسب demieno? مثل؟ أنت تفكر رجلس غير جبد أي شيء أنا غير مش تسوي هاي؟ أغير منافسي وأطرع معلوي ما لا ومش ناوي؟ وعلله ناوي نوم طعم السواعة وداعين كل عام ي‌نتين بخير محتى لينا متوكمة ومتوكمكم ما تقول لي العالم؟ بس نبس تسلم ونحى الجامل لا لا يجب للإنسان يكون في زيارات عائلية فيها فعاليات ترفيه الأولاد تمشيهم جاهز للعيد سويت بروفا والله كل سنة بروفا وش تسوي هذا احنا موجودين هنا نسوي بروفات سيد راف والله سواقهم السبب طال عمرك يمكن يعود للساء البيولوجي الذي في رمضان موضوع السهر موضوع عارف رمضان بالكامل سواء موظف غير موظف طلام أو طلام موضوع السهر هذا يخرب علينا اليوم العيد فتلقى فيها حالة غماء عام ما تصير والله يعني ما في العيد فرح الموضوع موش تسوي في العيد عادتنا؟ والله اروح ازور الربع شفر حتى النوم كلهم الناس يقومون العصر ومنفسين أنا منهم موش معنى كلمة عيد؟ يعني يلبس البشت وجيب العيد عيد يعني وانا اساوم عايدة ورمور طيبة لانها يتادي يعني يدي كل ساناها السلام عليك موش معنى كلمة عيد يعني؟ عيد ليش سموه العيد عيد؟ عندنا ولا أنا؟ عندنا ليح نوعين فيها؟ لايح نوعين فيها ما الفرق؟ عندنا نجيب العيد العيد يعني شي موزع وعندنا؟ عندكم لها شي زين فرحة و وما الفرق بيننا؟ ما الفرق؟ شكراً لدي رعان فقرة المعايدة بما ان في العيد والناس معايدة ورمور طيبة اليوم في الهاشتاغ الشباب قالوا لازم نشوفوا انه حل ونجيب أحد يحشر طارق زي ما قاعد يتكلم في الناس وكذا فجاب ولدي عبدالله قال ما فيه إلا ولده ما راح يقدر يرد عليه ولا يقوله شي فجابوا عبدالله في الاستوديو وهذه من كواليس العمل حقتنا واستضافني عبدالله في حلقة فنشوف عبدالله ويش عبدالله رغم اني قسيت عليه شوي لكنه ضبط المسائل ومن بعدها لا ما قسيت عليه حشرني حشرني الولد سره أبيه فنشوف عبدالله ويش عنده بعدين نطلع للضيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم عبدالله أبرادار طارق أبرادار عبدالله الحين جاي معنا الضيف طارق والحين بنحجر بس إلا يلا ليش ما تطلع صلعتك هذا أنا طلع معك في البرنامج وصليتي طالعك ليش ما تطلع من زمانك ألبس شماقط بوش شوي يعني ليش ما كذا بوش ألبك أول تقول إذا يعني ليش تفشل أخوياك بالبرنامج ما فشلتم هذا هم لا يعني تقلب عليهم بالبرنامج ما قلبت هم كذا هم العالم طيب وكار حين أنا بحجرك بس إلا يعني يلا السؤال يوم ليش ما تقول النادي اللي تحبه ما بغى أحد يدلوش أشجع أنا شجع المنتخب أنا عادي أقول لا مو عادي تقول بس ما أحبه والسؤال الثاني ليش أنت ما تروح بدار دريعان تسأل الناس ولا عشان لا أنا هنا مكتبي أنا شغلي هنا ما عارف أنا أطلع سأل الناس والشارع دريعان يعرفي السأل أنا ما عارف من أكثر ما أكثر حلقة أعجبتكم أنت تسويها أكثر حلقة الحلقة هناك كم حلقة هناك حلقة هناك حلقة الضيوف التي فيها بلال علام هناك حلقة نتاشا هناك حلقة اليامي هناك حلقة حلوة كثير أعجبتني يعني ما ستعطينا مقطع حزين تغني شي زي كده أنا غني يلا يلا لما قلبي يحب لما يحب قلبه ولا يهوى مثيله جماله في غروره شكرا يلي يدي يلا يلا ما فعلة ما أكثر برنامج تحبه سويته تمثلت النشرة النشرة برنامج النشرة هو أحسن برنامج اوه تعد الحلقة وين الحلقة الفوق الطاولة بس مين من نفس الطاولة أه مين من نفس الطاولة هذه غيرها هذه حلقة رادار جلسة ذيك جلسة فوق يوم معي العود يوم عي العود؟ ايه هذاك برنامج بالعارضة مو بنشره ليش مبين خدود؟ لاستهب هاكل زيف رمضان ايه اكت انت هكل زيف رمضان دعنا نفكر باسئلة ها باسئلة تحجيرية يعراض طيب أكثر من كذا ايه أكثر من كذا مين أكثر واحد عاونك بالعمل؟ بالعمل هنا يشوف بالعمل صراحة كلهم ما قصر لكن في ناس من زمان ايه زي فرحان الشلوي زي ذيبان ايه زي ذيبان الناس اللي من ايام النشرة الى الان ايه اران؟ بافصلهم ان شاء الله كلهم لانا ما عاد يصلحون شيء يبو ايه كلهم مطور كانوا عزوبية الحين كنوا عاد عيالي وحرمتي ومدريش وانا يؤثر على العمل بها ايه وكلهم عيالهم برا هنا ايه لا ذكعني شايرة كسروا كل شيء ما خلنا شيء يلا اختم الحلقة اختم يلا نشوفكم اليوم في حلقة ثانية وان شاء الله ان شاء الله بيعجبكم مع مين المو ترى انا معليش انا ضاهع مادري وش سهل فا اختم الحلقة قل شوفكم على خير نشوفكم على خير حياكم الله معنا اليوم معنا اليوم ضيفتنا الفنانة امينة العلي مرحبا اهلين كيف حالت؟ اخبار 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 جاهزة اخبار امينة اتركت تمثيل لا موجودة لا 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 فنانة صاملة ممثلة صاملة وقاعدة على قلوبهم اخبار 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 لماذا ارى برنامج متسلط عليك هذا شيء طبيعي وشيء صحي وهذا المفروض يصير يعني إذا الناس مش كل الناس يعني إذا ما لقيت أحد يهاجمني إذا ما لقيت أحد ينتقدي فمعنانه أنا مش موجودة أنا مش مؤثرة يعني شفين كل ناجح محارب تصدق إنه ما يهموني إيه ما يهموني بس أنا بأخذها من الناحية الإيجابية إنه لو أنا إنسانة يعني ما لفدت الانتباه فما كان أحد يهتم لي ولا أحد يتكلم عني بالعنى أنت لهجتك كويسة عدلتي لهجتك مرة يعني لهجتي من أول حلوة وما فيها شيء شف هو لما أنا بنتي سعودية أنا درست هنا وكبرت هنا وتربيت هنا أنت مواليد هنا؟ نعم أنا تربيت هنا ودرست هنا نعم والمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي لما دخلت للتمثيل اللهجة المطلوبة كانت اللهجة النجدية وإنتي ربتي اللهجة التجازية لا عندي أصدقاء كثير من الرياض ويعني صديقتي كفت من الرياض أول عمل اشتغلتي اشتغلنا سواء إيه فإيش الإشكالية اللي أحيانا كنا بنقع فيها إنه نفس الكتاب كانوا يعني ما بيكونون سعوديين فبيكتب لهجة ولا تلسى أيوة أيوة لا ما كبت العشة لا والله جدا بتكلم جد كمان أحيانا يعني النصوص بتجي مثلا بيجيبوها من مصر أو بيجيبوها من الأردن فبتجي بلهجة مصرية أو أردنية أو سوريا وبيتعودوها هذه ممكن شركة تنتاج لأنك أغلب أعمالك كانت مع شركة تظن حسن عسيري ما حتدخلني ما حتدخلني نهائيا أنا لو أقول لك أنه أنا دخلت نفسي بنفسي حيلو أيوة أنا اللي دورت على الفرصة وأنا اللي بحث أنا من كنت صغيرة كنت أحب المسرح وداما كنت أشوف نفسي تحت الأضواء فبحث يعني خلاص أنا قررت أني أيوة قررت أني أتجه للتمثيل بس سمعت أنك نعمت قررت التجهين للأخراج والكتابة بس أكمل للنقطة هذه أكمل للنقطة هذه فكنت بروح مصر عشان أدرس وعشان أشتغل هناك إلى أن قال لي واحد لا أترى في شركات إنتاج بالسعودية وزي كده فبحث عن طريق جوجل شركات إنتاج طلعت لي طبعا أبرزهم الصدف دائما كانوا عندهم طريق أيوة طريق المواهب فروحت وقدمت ومعرف إيش يعني مون بالواسطة؟ أبدا 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 يعني أنا خليتك تسول فيه أنا راحة مين بالواسطة؟ نهائيا حتى يعني طلعت أول ظهور لي كان في مشهد واحد بعدين عشر مشاهد بعدين مسلسل من ثلاثين مشهد بعدين انفصلت أنا عن الشركة دي فصرت أعافر وأشتغل أشتغل لوحدي طب اشتغلت يعني أنت تشوفين كل ذا المعافر فهذا الأداء عندك؟ الحمد لله الحمد لله كثير يعني ممكن تشيرين مسلسل ألام بطولتك؟ طبعا طبعا أنا بشتغل على نفسي كثير وأنتقد نفسي في البيت بنتقد نفسي ممكن إلى الآن لسه ما أخدت الفرصة وما جاني الدور اللي فعلا يعني أظهر من خلاله ومواهبي وطاقتي التمثيلية طب أحسن أحسن دور واشو اللي سووتي؟ تشوفين في الفترة ديك حقة اللي تقولين أنت قاعدين تش تحفرين ولا واشو؟ ماذا قلت لفترة ديك؟ ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ أدابك ماذا عافر 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 فترة المعافر دا أفضل دور واشو؟ صدق ما في يعني ما في دور إنه هو يعني كلها زينة أو كلها سيئة؟ لا موكلها زينة مشكلها سيئة زي ما قلت لك أنا كنت في فترة أني قاعدة أتعلم وأتدرب طيب لو عرض عليك دور قال لك ترى الدور هذا ما فيه ولا نقطة مكياج يا ريت أنا مشكلتي والله العظيم دائما بتصير لي مشاكل مع الميك أب آرتتس بفكروا أن أنا مغرورة قبل شوية تصوروني وأنا ماشي لن تخرج ملابسي أيوة عشان الجسم ذاته وشاريته جديد بوقوا كفيكم أنتو كلكم تشتروا ملابس انتو بجايين شفت كيف؟ والله طب ما شتروا يشتروا المذيع هدية مو تشتروا نفسكم تستاهل الله يسر لك تستاهل طيب إنتي عندك مشروع غنائي قريب؟ هو مش مشروع غنائي دعونا نشوفه دعونا نشوفه حتى نكسر فيديو واش عندك قاعد بقاومبي؟ ما عندكم بيت؟ أحباك حب كثري هالقرار كثري الله ها قلولي أنفع أغني؟ والله أنفع ليش اللي غني وأحسن مني؟ لا بس مرة فلتر اللي ماشي معك صحكا لا حتى صوتك هلو؟ أيها طيب غني نريد شيء المشجع منه؟ مشجع لا أعرف يمكن أن أعرف أغاني طيب مزع الفرحان يمكن أن أعرف أغانيهم ولكن الأسماء أنا لا أعرف عزازي لا 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 أعرف أغانيهم؟ لو سمعتني هي سأعرفها لكن طيب ما تعرفون؟ لا يا ها جسي هبت هبوبك مع هبوبك لا 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 طيب خلنا نطلع فيديو بعدين برجع ناقش كيف أيها أعلميهم ليه أنا أحب الشمال ليه حايل أفخ فوقي من سنين ليه هفز إنجالها قدامي مجال ليه ياخذني لها شوق وحنين طبعا 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 أعلميهم ليه أنا أحب الشمال ليه حايل أفخ فوقي من سنين ليه هفز إنجالها قدامي مجال ليه ياخذني لها شوق وحنين طبعا طبعا يعني كل مكان بتروحين تقومين في قصيدة؟ طبعا طبعا هل تعلمين طبعا لا 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 يوجد شيء فاضي لكن يجب أن نرى مشروع زواج لا لا أشوف يعني المدن السعودية أنا كلما أروح مدينة يعني ما شاء الله أتفاجأ بالتطور فيها والحضارة وناسها وأهلها وطيبتها لا هي كده موديلها شخصين علينا ها والله حسبها خربانة والله لا لا هي كده موديلها طيب خلانشوف فيديو الإعلان داع أوكي والله جد عارفين حتى بفكر الصيرة سوي دعايات حق شباب حق رجال يعني أشياء بتخص الرجال مثلا بوكسر المثلا few ها لا أذكر probably لا يقال الأمر لا يسون لا يستطيع تكون المشروع مقنية يعني كده أن فيطرب الصهرياء سنًا أنتم تتعلق ذلك أ друзيSON يمكنني LX يقول لنا أنا جمالي لماذا يضع que LX لا لا، الفلاتر اللي هي البساس ومعرف إيش فأنا أكثر المتابعين عندي طيب عندك أعلان ثاني من الشباب عندك أعلان ثاني أو لا فقلت ليش ما أسوي يعني أه، ولا خليني أخذ السرواء الفنينة أي أسوي دعاية للمنتجات تخص الشباب طيب تجارب تخص الشباب بما إنه أكثر متابعين من الشباب هذا حننا جبناك سرواء الفنينة تمزح أيوه طيب أنا فكرة أرى السرواء الفنينة جداً مريح وكثيراً من البنات يلبسون أنا لا، لكن كثيراً من الصحبات يلبسون سرواء الفنينة كبيجاما نبغاك الآن تقنعيننا أنا أشتري السرواء، تقنعيني فيه أنت تريد أن أقوم بإعلان سروائل؟ لا، لم أقلت سروائل لم أقلت رجالية قلت بوكسر بوكسرات؟ حسناً، أعتبر السروائل حسناً، أعتبر نفسي الآن في مصنع حسناً، لا، أقل، ليس مصنع، أنا رجال لا، لا، أنا لا، أنا لا أقوم بك لازم أروح وأغطيك مصنع لا، أترك المصنع، حسناً أنا أغطيك هذا السرواء ستركان مزح، أنت تصدق رأيتك؟ وهذه فنينة أتبعني، أضبطك تخفر الله أعلننا، أنت فتحت فنينة؟ أعلننا أضبطينا بإعلان أقنعين، أشتري السرواء أعرف كل متابعينك، يا شباب المأكيد، أعرف كما زرات؟ الله إلى الأقل، أنا أتبعني سرواء كما زرات؟ عشر ريال لا، لم أعرفني، لقد أخبرتك عشر ريال، حسناً، حسناً كرسي أو لن كرسي كرسي أو لن كرسي، فلن كرسي أو لن كرسي تبيعين سراويل لا تعرفين كرسي ودوكي لا 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 ابيع انا قلتها من باب المزح طبعا احنا بنسوق لك ام كجيك شركة سراويل اوكي هذي سبعة ولا دائري يا اخيل بس انت احمد ربك انو امينة العلي اللي قاعدة تسوق كان حلو مو بحلو اشتري وخلا اوكي نحني ضاح مكفل اعلان ما تصرح ما تصرح لا لا ما تصرح لا 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 يعني دائما تكلمي ايش اعلمك اللي همر جاة السراويل اوكي كيف عمو الشهزين يشمر مية قطن مصري كوتني الاتنى مصري لا لا وضع لا انا ادخل ضائبة هذا مو صنع له پون выбو ابي PER boom اوكي 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 تعرفين انت في القماش اي 유 arkadaş دورpingين اواذ لا يحترق اوكيidan اوكي اوكيandi لا يوجدها لا يوجدها تأتي لك خطيبة نعم أمينا ساعدنا فيك شكرا لك وكان لقاء غريب غريب عجيب يا ربي شكرا لك يا مينا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك